أدان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون جرائم لا مبرر لها بالنسبة للجمهورية حسب قوله خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في باريس في مثل هذا اليوم السابع عشر من اكتوبر تشرين الأول عام واحد وستين من القرن الماضي ووضع ماكرون إكليلا من الزهور في موقع الحادثة ووقف دقيقة صمت من دون أن يوجه كلمة لذوي الضحايا أو يعتذر عن هذه الجريمة إمانويل ماكرون يقف صامتا في مكان الجريمة قرب جسر بيزون على نهر السين في يوم إحياء الذكرى الستين لضحايا مجزرة باريس من الجزائريين على يد الشرطة الفرنسية يكتفي بالإقرار بأنها كانت مجرد جريمة لا مبررة لها ويتجاذب أطراف الحديث مع أسر الضحايا في حين تنتظر الحكومة الجزائرية وأقارب الضحايا ونشطاء ما هو أكثر من ذلك حان الوقت للإدلاء ببيان قوي على أعلى مستوى في الدولة للاعتراف بمسؤولية فرنسا في هذه المذبحة بحق المدنيين وأن نطوي الصفحة حتى يتمكن المؤرخون من العمل على الأرشيف وإثبات حقيقة هذه المجزرة الاستعمارية والتعداد الحقيقي للضحايا ماكرون أول رئيس فرنسي يشارك في إحياء ذكرى مجزرة باريس لكن الرئاسة الجزائرية تطالب فرنسا بأكثر من ذلك تسألها الحرص الشديدة في معالجة ملفات الذاكرة بعيدا عن الفكر الاستعماري بينما يعبر نشطاء ومؤرخون عن خيبة أملهم إزاء اكتفاء فرنسا بالإشارة إلى مسؤولية موريس بابون قائد الشرطة باريس وحده آنذاك عن قمع تلك الليلة مطالبين بإعلان أسماء بقية المسؤولين ومحاسبتهم إن لم نستطع القول إن الأوامر صدرت فإن طريقة القمع تلك الليلة وإفلات المسؤولين الرئيسيين عن القمع خاصة موريس بابون من العقاب وبقاءهم في مناصبهم تثبت أنه على أعلى مستوى في الدولة كان هناك نوع من التوافق على هذا القمع في مثل هذا اليوم من عام 1961 خرج متظاهرون جزائريون من العاصمة باريس تنديدا بالاحتلال الفرنسي لبلادهم مطالبين بالاستقلال لتقابلهم الشرطة باريس بقيادة موريس بابون يومها بعنف نتج عنه مقتل أكثر من 300 جزائري ألقي بعضهم في نهر السن واعتقل آلاف آخرون يحاول ماكرون اليوم تهدئة ذاكرة الحرب الجزائرية وتصحيح العلاقات الثنائية دون اعتراف صريح منه أو اعتذار ينضم إلينا مشاهدين من الجزائر الدكتور إسماعيل خلف الله المحامي والخبير في القانون الدولي دكتور إسماعيل أهلا بك معنا في التلفزيون العربي وبرنامج شبابيك في البداية تبعت يوم أمس وأيضا التصليحات من قبل الرئيس الفرنسي بأحداث 1961 هذه المجزرة بحق الجزائريين تظاهروا ذاك اليوم في البداية أريد أن أعرف من ما الرسائل التي يمكن قراءتها بعدم اعتذار الرئيس الفرنسي بتحميل المسؤولة وأيضا الاعتراف بموت وألقاء عدد من الجزائريين في نهر السن لكن جريمة لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية ما هي الرسائل من كل هذه الإشارات وهذه التصريحات في البداية أحييكم أستاذ وأحيي أستاذ المشاهدين الكرام أهلا ماكرون هو حقيقة وقوفه أمس في ما يسمى ب بوند بوزان هذا الذي شاركنا فيه في سنوات عديدة في إحياء لهذه الذكرى ذكرى هذه المجازر مجازر 17 أكتوبر التي ما زالت تؤرخ وتوثق وتؤكد أن الاستعمار الفرنسي كان قام بإجرام حقيقي بجرائم ضد الإنسانية بجرائم إبادة بجرائم تعذيب بجرائم إعدامات ميدانية بجرائم قتل بجرائم يعني جرائم شنيعة لم يشهد لها التاريخ إلا في استعمار فرنسا للجزائر وللشعب الجزائري هذه الذكرى توثق وتؤكد أن في ساحات باريس في عاصمة الحرية وحقوق الإنسان وما كانت تسوق له حينها كانت هذه الأحداث في ربوع باريس في شوارع باريس في نهر السن كانت ترمة الجثث حية ومقتولة ومكبلة ومربوطة بكتل حجرية وقوف ماكرون اليوم يريد أن يصحح يريد أن يصحح هذه السقطة الأخيرة هذه الوقفة كان يكون لها أثر لو لم تكن بعد هذه السقطة التي ذهب في الطعن في تاريخ الجزائر لكن دكتور إسماعيل حتى الوقفة هذه لم يصرح ولم يقول بأن جميل هذه النقطة كنت أنتوقف عندها عدم الاعتذار نتحدث هنا قصر الإليزي أيضا أصدر بيان خطي فقط لم يكن هناك خطاب عام لم تكن هناك كلمة سوى دقيقة سمت ووضع كليل من الزهور الحديث إلى بعض من أهالي الضحايا قصر الإليزي يقول بأن الرئيس الفرنسي أقر بالوقاع وأن الجرائم التي تركبت كما ذكرناها لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية ما هو المطلوب وهذه المبادرة هي المبادرة أولى من نوعها في فرنسا من قبل رئيس فرنسي ومن خلال هذا التنديد أيضا أعتقد أنها لم تأتي هكذا هذه الوقفة كان من المفروض أن يقفها ماكرون في بداية عهدته عندما كان ماكرون مرشح صرح وقال بأن الاستعمار الفرنسي هو جريمة ضد الإنسانية للجزائر والشعب الجزائري فكان من المفروض إن كان كان سادقا في هذا القول كان يطبق هذا في بداية حكمه في بداية عهدته من الذي يعني لم يسمح له بأن يقف في السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة في عهدته لماذا الآن أقول بأن هذه جاءت بناء على توصيات ونصيحة قدمها له مؤرخه بانجاما ستورا عندما قال لا أعليك بـ 17 أكتوبر حتى تستدرك هذه السقطة الأخيرة هذه الحقيقة وها هو وقوفه جامدا صامتا لم يتكلم وكأنه يقف أمام الحجر هذه الجريمة إذ كانت غير مبررة وهذا ضحايا وهذا ضحايا ماذا ينتظرون ينتظرون الاعتراف وينتظرون التعويض لذوي الحقوق دكتور إسماعيل هل ما يترتب على فرنسا أولا في البداية لماذا لا تعترف فرنسا برأيكم أنتم كيف تنظرون إلى هذه النقطة من هذه الزاوية وخاصة عندما يكون هناك اعتراف لدول أخرى كما اعترفت لرواندا لماذا لا يتم الاعتراف للجزائر ازدواجية المعايير لفرنسا هل الموضوع هنا موضوع معنوي موضوع مادي أن فرنسا تخشى من موضوع الاستعمار وموضوع أن يتم رفع قضاء أن يتم الذهاب إلى المحاكم الدولية ما الذي يترتب على الاعتراف الفرنسي ولماذا لا تعترف فرنسا هذا ما يؤلمنا هذا ما يؤلمنا وهذا ما يؤلم الشعب الجزائري كل الشعب الجزائري إذا نظرنا إلى أن فرنسا اعترفت بجرائم أو بأنها كانت متواطئة مع جرائم الإبادة في حق الشعب الرواندي في رواندا وقوفه مع النظام الإجرامي هناها في التسعينات في الربع وتسعين واعترفوا بهذا ضمنيا ولكن في حق الشعب الجزائري نرى الأمر آخر ورغم هذا الضغط ورغم هذا المطالبة الشعبية على العقود كلها والشعب الجزائري ما زال يطالب ولكن بالمقابل نرى بل بالعكس الآن لم نع الأمر لم يتوقف في الاعتراف الأمر ذهب إلى الطعن في تاريخ الجزائري أستاذ ماكرون منذ أيام كان يقول هل هناك هل كانت أمة قبل استعمار الفرنسي هذا السؤال في الحقيقة مزق ومسح كل ما كان يسوق له ماكرو في بداية عهدته وقبل دخوله الإليزي عندما كان مرشعا هذه الحقيقة هذه مسحت كل شيء هذا التساؤل يقول هل كانت أمة قبل استعمار الفرنسي يا دكتور إسماعيل لكي لا يأخذ الموضوع أبعاد أخرى أعلم جيدا بأن الأمور شائكة جدا ومتعلقة حتى بالتصريحات وهذه التصريحات السابقة لكن أتحدث الآن عن موضوع اليوم عن هذا اليوم يوم السابع عشر وهذا التنديد من قبل ماكرون نتساءل عن لماذا لا تعترف فرنسا ما الخطوة ما الذي تسعون إليه ما المطلوب أيضا ألا ترى بأن خطوة ماكرون هي خطوة مهمة على الأقل اليوم وهي كما ذكرنا خطوة نوعية من قبل الرئيس فرنسي في هذا اليوم نعم يا أستاذ كانت كانت تكون نوعية لو لم تأتي بعد هذه السقطة هل الآن أتت بهذه أتت ميتة لأنها أتت بعد سقطة كبيرة سقطة يعني خطأ جسيم لا يمكن أن يصدر من المسؤول الأول ورقم واحد في الإليزي هذا الحقيقة المفروض كان ماكرون إذا كان يريد أن يصحح حقيقة عليه أن يصدر اعتذار رسمي من الإليزي وليس أن يصحح في شوارع هذا الأمر أقول بأن الدولة العميقة وأن اليمين المتطرف ما زال مؤثرا في القرار رسم الفرنسي بما يخص هذا الملف الآن فرنسا الآن تسير على ما يقرره وما يقوله وما يريد اذهب إليه طيار اليمين المتطرف وهذا ما لاحظنا في ماكرون أنه يخطو وأصبح له لون وهو يتكلم بلسان اليمين المتطرف وهو ذهب إلى هذا وتماد في هذا فحقيقة كان الأمر يكون له أثر بليغ حقيقة وتكون له جرأة تحسب لماكرون لو لم تأتي بعد هذا السقطة أنا أقول حقيقة أن هناك دكتور إسماعيل من الدولة العميقة ومن التيار المتطرف نعم دكتور إسماعيل أيضا كان هناك يعني أن تعتبرها سقطات أو حتى خطوات يعني البعض اعتبرها أيضا خطوات مهينة بالنسبة إلى الجزائر عندما تم يعني تكريم الحركين الجزائريين وأيضا الاعتذار لهم وأنهم جازفوا بحياتهم وخدموا الفرنسيين لكن البعض يعيب أيضا دكتور إسماعيل بأنه لم يكن هناك أي رد فعل جزائري هل يعني نتحدث الآن وخاصة عندما يكون هناك رسالة موجهة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون يدعو الجزائريين إلى معالجة ملفات الذاكرة مع فرنسا بعيدا عن الفكر الاستعماري ما المقصود بهذه الرسالة وكيف ممكن التعامل مع فرنسا في هذه الظروف الآن ومع كل هذه التصريحات ويعني التجاذبات التي كانت منذ فترة يا أستاذ الحقيقة أن في منظومة بوتفريقة كانت تعمل على توقيف كل أمر يتحرك في هذا الباب سواء فيما يسمى بمشروع قانون تجريب الاستعمار أو الذهاب إلى الضغط على الطرف فرنسي في تقديم الاعتذارات أو في تقديم الأرشيف أو الذهاب إلى تقديم خرائط ما يسمى بالتجارب وهي التفجيرات النووية في صحراء الجزائر في رقان كل هذا كانت المنظومة السابقة كانت لها تواطئ واضح وأنا أقول هنا وأصرح بهذا المعلومة أنه في 2005 كانت هناك من الحقوقيون ومن النواب من قدموا مشروع ما يسمى بمشروع تجريب الاستعمار نعم ولكن يحيى حينها هو من وقف في هذا الباب ووصل ووصل معه مسؤولون في من الإليزي حينها وتم وعد هذا المشروع أقول بأن تقاعس الطرف الجزائري له دور جميل وصلت الفكرة دكتور نعم وصلت الفكرة دكتور إسماعيل خلف الله المحامي والخبير في القانون الدولي كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك لحضورك معنا ترجمة نانسي قنقر